قابت خلال هذه الفترة دكتور إلى الحد الذي البعض اعتقد وقالها أعلناً أنه من خلال التعديلات التي حصلت أو المشاكسات أو الخلافات التي حصلت في التعديلات على الموازنة ظهور جيل برلماني مشاكس تمرد حتى على زعاماته وهذا بدأ واضحاً بتصريح هذه الزعامات إلى الحد التي أخذت الموازنة وغيرت بما ترتقي تعتقد نحن أمام ظهور جيل جديد ممكن أن يشكل شيء أم أنها مجرد اعتقادات لا ترتقي إلى الحقيقة لا بالتأكيد هذه جزء من لعبة مسرحية لا أكثر ولا أقل بمعنى لو لا موافقة الكبار على ما جرى في اللجنة المالية لما تجرأ هؤلاء على القيام بما قاموا به بهذه البساطة يعني أحيلك إلى انتخابات رئيس الجمهورية في العام 2018 تتذكر الصراع الذي كان قائماً بين يعني الديمقراطي الكردستاني من جهة والاتحاد الوطني الاتحاد الوطني الكردستاني من جهة ثانية يعني كان هؤلاء مرشحهم الأستاذ فؤاد حسين وهؤلاء مرشحهم الدكتور برهم صالح وما جرى يومها أيضاً تم تسويق فكرة لأنه كان هناك اتفاقات تم الانقلاب عليها فتم تسويق فكرة أن بعض الأعضاء تمردوا على إرادات الكبار وهم الذين يعني أوصلوا الأمور إلى ما وصلت لها لكن هذا أثبتت الوقاء أنه غير صحيح ما جرى أيضاً كان لعبة مسرحية متفق عليها بمعنى الكبار يصرحون بخطابات ويتفقون اتفاقات ويعني يعزون للآخرين بتخريب هذه الاتفاقات هذا منهج اعتدنا عليه في الدولة العراقية يعني ليس منهجاً جديداً وبالتالي لا تعول على ما جرى في اللجنة المالية ستجد هؤلاء مطيعين ومنصاعين تماماً لإرادات الكبار